البطولة العربية مين اللي مشارك فيها انا اقول لحضراتكم القرعة وكل حاجة تعاملت واللعيبة كمان مين اللي نضم من لعبتنا في يعني منتخب مصر عندنا خمس لعيبة عمر الجندي كريم حاتم اهاب امين عمر طارق عمر زهراء طيب قرعتنا تعاملت يعني من شوية واصفرت مين بقى الكويت احنا مع مين احنا مع في المجموعة التانية مع الكويت وتونس والمغرب والامارات مجموعتنا تاني مصر الكويت تونس المغرب والامارات اما المجموعة الاولى فضمت اربع منتخبات الجزار ليبيا موريتانيا السومال هنبدأ مطشطنا يوم الثلاثة ان شاء الله مع منتخب الامارات بإذن الله ثلاثة اللي جاي ده طبعا جدول المبريات وطبعا رئيس الاتحاد العربي كابتن جرجاوي الاماراتي واحد من معشاق كرة السلة العربية منتخبنا البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 12 لقب اخر لقب حققنا 2016 كل التوفيق لمنتخبنا بطولة صعبة انا يعني صعبة ومش صعبة لان انا بحكم الخبرة يعني في لطوات العربية المنتخبات الكبيرة دي الفرق او الاسامي الكبيرة في المنتخبات الجزائر تونس الاسامي الكبيرة بتيجي بالبيتيم او الناشئين وعندي مفاجأة كمان ليكم انه لو تتذكروا لعبنا السابق التونسي امين روزيق امين روزيق لعبنا التونسي السابق اللي كان محترف في صفوف النادي الاهلي واللي حصل على الدوري كنا مع بعض يعني كان امين روزيق دايما كنا ابن ابا معد في قوضة واحدة وحصلنا مع بعض على لقب الدوري ساعة 2013 وكان مدير فاني كابتن اشرف توفيق وحصلنا على كأس مصر قبلها بسنة امين روزيق جاي مدرب عام لمنتخب تونس الحقيقة هو تواصل معايا وبعتلي من تونس وكان عايز يشوفني يعني وكده لان انا قلت له اي مرة هتنزل فيها القاهرة لازم اشوفك وانا انا لما بروح تونس كمان بتواصل معا فان شاء الله هنقابله وحنحاول نجيبه يبقى ضيف معانا عشان يعني انت اذكر الذكريات دايما اللعيبة التوانسة ليهم علامة وبصمة مع النادي الاهلي طبعا على رأسهم على الاطلاق علي معلول رئيس جمهورية لعيبة تونس في مصر يعني على مدار التاريخ وكل اللعيبة التوانسة عندك طبعا امير روزيق اسامة الجزيري اللي كان مع كرة اليد لعيبة كتير توانسة انا مش عايز انسى حد كل التوانسة اللي جوا من النادي الاهلي عملوا اداء كويس وكان وكنا سعداء بيهم جدا سعيدة المحترفة الكرة اليد التونسية كل دول كانوا موجودين وعملوا يعني اداء كويس وقدوا في النادي الاهلي بشكل جد وطبعا قابليهم كل دول طبعا عموهم وعام الدنيا كلها انيس بو جلبان طبعا هاداك فاكرين هذا اللاعب لعب كرة القدم انيس بو جلبان يمكن انا وعيت عليه وشفته ومن احد اوشاق النادي الاهلي حتى الان ولو حضراتكم تفتكروا كل المباراة لنادي الاهلي في تونس انيس بما موجود وبيساند النادي الاهلي بشكل قوي جدا ان شاء الله نحاول نجيب امين معنا باذن الله الاسبوع الجاي لما ييجي ويسمح جدول مباراة ان يكون ضيف معنا باذن الله هنروح لكرة القائرة رجال ماشيين كويس فيه مدير فني جديد زي ما حضراتكم معارفين فرناندو مونزو الاسباني يعني ماشي بشكل جيد يعني طيب خلينا طب استأذنكم يا جماعة خلينا نروح لرجال بس نخلص السيدات الاول لكرة السلة سيدات كرة السلة زي ما حضراتكم معارفين والاسبوع اللي فاته اللي فات شوفنا لقب منطقة القاهرة وحصدنا ثلاث كؤوس فردية من اصل